ربيع بن كعب الأسلم رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبالغ في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه ذات مرة لأن ربيع كان يقضي حاجة النبي صلى الله عليه وسلم عامة النهار يكون معه فإذا جن الليل ورجع النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة العشاء وأغلق بابه يجلس عند باب النبي صلى الله عليه وسلم تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم ربما تكون له حاجة فإذا خرج وجده عند الباب يأمر بحاجته هكذا كان يبالغ في خدمته فكان نعم الخادم للنبي صلى الله عليه وسلم فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرمه ذات يوم فقال له يا ربيعة سل ما تريد سل ما شئت فقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة كما كان يرافق في الدنيا سألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قال هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود أكثر من هذه الصلاة لأن السجود أقرب ما يكون فيه العبد من ربه جل وعلا فإذا كانت غالب أحوالك وأوقاتك في الدنيا أنك قريب من الله فيكرمك الله تعالى بالقرب منه في الجنة وتفوز بالدرجات العالية في الجنة بالفردوس الأعلى وترافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فماذا نريد الإخوة من هذه الدنيا والله هذه الصلاة هي أمنية أصحاب القبور جاء في حديث مرفوع والأشبه أنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر على قبر فقال أبو هريرة رضي الله عنه ركعتان إلى هذا مما تحقرون ركعتان خفيفتان مما نحقره ربما في حياتنا ما تأخذ معك إلا دقائق ركعتان خفيفتان إلى هذا أحب إليه من بقية دنياكم ترجمة نانسي قنقر